قال صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى وليل عهد إن اهتمام مملكة البحرين بمواصلة التطوير في المجالات المتعلقة بالقطاع البحري والإنجازات المتحققة لها في هذا المجال أمر اتصل بموقعها الجغرافي وارتباطها منذ القدم بالصناعات البحرية وتستمر أهميته لدوره في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي الهم ولدى استقبال سموه بقصر رفع السيد اليوم للسيد كوجي سيكيمزو الأمين العام للمنظمة الدولية للبحرية الذي يزور البحرين للمشاركة في الندوة الدولية في قطاع الملاحة البحرية ضمن مهرجان البحرين البحري قال سمو نائب جلالة العهل المفدى وليل عهد إن مملكة البحرين تحرص على التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة للعمل على تطوير نظم المواصلات البحرية لجعلها أكثر استدامة وتكاملا مع أنظمة المواصلات الجوية والبرية لإنجاز نتائج لها أثرها ودورها في تنشيط التنمية الاقتصادية معربا سموه عن إشادات بما توليه المنظمة البحرية الدولية من جهود لتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية من مختلف الحوادث وطواهر التلوث سواء فيما يتعلق باتخاذ التدابير واعتماد الاتفاقيات أو تدريب العناصر البشرية من جانبه أبدأ سيد كوجي سي كيموزو الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية ساعدته بوجوده في مملكة البحرين وما تشكله الندوة الدولية في قطاع الملاحة البحرية من فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات حول واقع ومستقبل الملاحة البحرية معربا عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمملكة البحرين في هذا المجال الحيوي